أنا والله العظيم يعني عجبني أدائك بشكل راسية وأستاذة يعني عاملة الدور حلوة وليك طعم مميز جداً كممثلة ربناي خليكي والله أنا لو هقول لك المفاجأة هتقوليلي إزاي أنا الدور ده في الأول رفضته ليه؟ لأنه وقتها كنت بصور ليالينا تمانين وكان في كل الحلقات موجودة كان بين أدوار البطولة فلما جالي الدور ده ما كنتش فهماه كان لسه في مرحلة الكتابة ومعرفتش أنا هيبقى إيه حجم الدور كده فخفت فقلت عارفة الطمع الفني لأ فيك حتت كده الطمع الفني أنا عايزة أظهر بقى في كل الحقات الطمع الفني ده فقالولي حتكوني معانا في ظهور خاص ودور مميز لما لما اتحكالي من أستاذة كاملة أبو ذكري الموضوع طبعاً أستاذة كاملة أبو ذكري طبعاً أي فنان يبقى نفسي يشتغل معها ينور معها طبعاً طبعاً فاشتغلت وكان مختلف تماماً عن التاني أنا كنت بروح أصور الصبح ده بعد الظهر بروح للتاني كنت لازم أفصل لأنه ده ست بيت اللي تساسر التاني في ليلينة كان ست بيت غلبانة جداً بتطيع جزها بطريقة زيادة عن اللزوم مظلومة وعلى طول بتعايت ومكتئبة والتاني كان يعني العكس بقى ستة أدرة كانت ستة أدرة وطماعة بنت ناس وعارفة تلعب بالبيضة والحجر يعني رغم أن هي مش أصلاً كده هي بس هي حبها زيادة للفلوس ما خليها تعال علاقة كانت غريبة منها وبنجوزها جداً أه إنهم ما كانوا متفقين على نوع علاقة غريبة إيه اللي أنت عايزة خلينا نشوفه دلوقتي من مشاهد مثلاً متوش هو في أول مشهد كانت الدنيا بعده اتغيرت بالنسبة لي مية وتمانين درجة هو مشهد الخناقة اللي بيني وبيني وأي عمران بيني وبين باسم لما بيكتشف أن أنا لغيت له التوكيل وخط الأرض هو رجع أيو 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 فده كان أول مشهد دي كتعلقة ده أول مشهد صورتيه؟ لا ده كان أول مشهد بالنسبة لي يحصل فيه فيدباك عالي جداً آه ده عمل ترند على تويتر آه كان ترند نمبر وان ولما أصحابي قالوا لي أنت ترند فكرت أنه يعني أنت بكسرة الدنيا مش ترند بمعنى الترند فلما صحيت تاني يوم لقيت أنه الناس كلها بتتكلم أخبار كلها صارت تونسي تتصدر ترند أصل الناس كلها قالت دي تضرب دي ازاي دي كده يعني جدهم صدمة بس ده كان ضربة حقيقي أنا تاني يوم صحيت جسمي أزرق يالو عالي ما لك يابني هو ما كانش عايز يضربني احنا كنا بنصور المشهد وهو كان كل شوية يعمل كده مش عايز يضرب مثلاً هو بيدرب وأنا بقول له مش حاسة أنا عايز أتضرب أنا مش حاسة المشهد عشان تقتنفع لي أكثر فبقول له لا اضرب فيقول لي أنا خايف أنا لو ضربتك يحصل لك حاجة بعد قاعد تقول له لغاية ما كل لوكيش يا عم اضرب يا عم خلصنا يا عايز تتضرب بس كان حقيقي كنت مبسوطة بيه وصدت كاملة كت كانت مبسوطة لأنه اتضربوا حتى الزق كل حاجة كانت حقيقي